من تونس ينضم علينا سيد أسامة السعفية الكاتبة المحل الأساسي سيد أسامة ما الذي يمكن أن نلتقطه من فشل جلسة اليوم في البرلمان حول تبييد الإرهاب؟ أهلاً وسهلاً جلسة اليوم التي تم إجهاضها بالفعل إجهاضها لأن هناك أطرافاً تعمدت بطريقة متعمدة وتكتيكية الغياب عن الجلسة اليوم وهذا يعني أن البرلمان اليوم غير شفاف في مصارى التعاطي مع ملف الإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب هناك كتل اليوم تخاف من تحديد المسؤوليات تخاف اليوم من البحث والتدقيق في التمويلات التي تتلقاها الأحزاب وتتلقاها التنظيمات الإرهابية وعلاقة بعض الأحزاب والكتل داخل البرلمان بهذه التمويلات والجمعيات المشبوهة وعددها بالعشرات تم حل البعض منها وما زال البعض الآخر ينشط بطريقة غير قانونية كل هذه المسارات تؤكد أن الإرهاب اليوم أذرع الإرهاب اليوم أخطبوت أحد أطرافه مسؤولة ومتهمة ولكن عندما تغيب حركة النهضة وإئتلاف الكرامة عن هذه الجلسة غياب متعمد يعني حسب ما قال تعبير موسي ألا يجد يضعهما هذا الغياب في دائرة الاتهام بشكل أقوى من السابق يعني كيف يمكن أن نفسر هذا الغياب اليوم هم برروا غيابهم بأن هذه الجلسة كانت مخصصة للمزايدات السياسية وما إلى ذلك وهم يريدون تغيير القانون الداخلي لمنع بعض الكتل ومنهم الدستوري الحر من تمرير لوائح مثل هذه اللائحة هم يريدون الهروب بأي شكل وهم اليوم متهمون وهذه خيانة للناخبين خيانة واضحة للناخبين بأنهم لا يريدون الخوض في هذا المصار مصار تحديد المسؤوليات فيما يخص ملف الإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب والتبولات المشبورة تدعيات هذا على الشارع التونسي سيد أسامة الشارع يتابع الشعب اليوم أولا يجب أن يتابع باهتمام ما يقع اليوم داخل البرنامج وهروب هذه الكتل اليوم من الوقوف وجها لوجه مع هذه اللائحة التي قدمها الدستوري الحر يؤكد لشعب اليوم أن هؤلاء يقومون بخيانته بصفة مباشرة أن هؤلاء يخفون شيئا ولا يريدون المواجهة هم يخشون مواجهة الدستوري الحر ومواجهة هذه اللائحة وما تتضمنه الوثاق لأن الدستوري الحر اليوم يمتلك من الأدلة والقراء ما يمكن أن يورط حركة النهضة وحلفائها اليوم في ملفات خطيرة الدستوري الحر يسعى إلى أكثر من ذلك يسعى إلى تحريك الشارع عن طريق الاعتصام اليوم أمام اتحاد علماء المسلمين إلى اعتصامات قادمة لن تبقى عمير موسي والدستوري الحر اليوم مكتفي الأيدي سيواصلون ضغطهم سيقدمون لائحة أخرى في قادم الأيام هذا منتظر وسينزلون إلى الشارع وبطبيعة الحال أنصار الدستوري الحر هم اليوم أصبحوا بعشرات الألاف إن لم نقل أكثر هم اليوم سيتبعون حزبهم وسيتبعون زعيمتهم أكيد في خروجها إلى الشارع والضغط على حركة ناظة وحلفائها من أجل تمرير كل القوانين التي من شأنها أن تجفف منابع الإرهاب في تونس لأن تونس ستظل أرض السلام أسامة السافع الكاتبة المحل الأساسي كنت معنا من تونس شكرا لك